تفاصيل أكثر عن أخبار التقص والأجواء ودرجات الحرارة المتوقعة بصدر رحب الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل الأرصاد الجوية على الاتصال الهاتفي سعد صباحك أستاذ ماهر بصعد صباحكم أهلا وسهلا خبرنا عن أجواء التقص طبعا خلال الفترة القادمة كيف سيكون الجو؟ نعم حاليا تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصل إلى حول معدلاتها مع طقس مستقر وصحو تظهر بعض السحب المتوسطة والعليا أحيانا ومن المتوقع أن توالي غدا الخميس أيضا درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع اقتراب تأثير مرتفع جوي شبه مداري والذي يبدأ تأثيره الفعال يوم الجمعة مترافق مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصل إلى أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية والأجواء الربيعية مستقرة بشكل عام الرياح سطحي جنوبية غربي نهارا خفيفة سرعة تنقلب ليلا إلى جنوبية شرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمة 23 صغرة 18 المنطقة الجنوبية عظمة 27 وصغرة 16 في المنطقة الوسطى عظمة 27 وصغرة 15 المنطقة الشمالية عظمة 26 وصغرة 17 والمنطقة الشرقية عظمة 30 وصغرة 21 طبعا أجواء مستقرة يعني خلال الستة أو سبعة أيام القادمة يعني متوقع أن يكون طقس أجواء ربيعية معتدلة إلى حارة نسليا ومستقرة بشكل عام والموسم المطري ليم ينتهي بعد يعني ما زلنا في فصل الربيع حتى 21 حزيران ولكن بالنسبة لكميات الهطول المطري حتى هذا التاريخ يعني مقارنة بالعام الماضي يعني نستعرض بعض المحطات كاللادقية أصبح مجموعة هطول الموسم الحالي 990 مليمتر يقابله بالعام الماضي 657 محطة مطار الشهيد باس الأسد أصبح مجموعة مطار الموسم الحالي 1196 يقابله بالعام الماضي 638 يعني تقريبا ضعف نعم ضعف تماما صحيح يعني لاحظنا فعلا هذه الاضطرابات الجوية خلال هذا العام وسنشهد أيضا الخفضات كما ذكرت نعم إلى نهاية فصل الربيع نعم إن شاء الله نعم إن شاء الله نشكرك جزيلا أشكر الأستاذ ماير حسن وحضرتك مدير مركز الباس للأرصاد الجوية للمعلومات التي وضعتنا ياهب بحالة الطغس شكرا لك ياهلا وسهلا ياهلا شكرا لك سعاد صباحا